أستاذ سيد مكاوي ده أنا أشوفه من العباقرة الأفزاز في الموسيقى التلحين يعني وفي الغنى أولا أقدر أقولك أنه أنا اتعلمت أسمع مع حفظ اللقب طبعا سيد مكاوي وأنا إعدادي ورجعتاني وأقول لها يحني الله مش عايز أغني عشان صوتي مش حالو وكت أسمعها دايما مع خالي محمود أو الدكتور محمود عبدالوهاب يعني ها أستاذ كلادفرون طلبية مهم يعني فكت أسمع ده لأنه خالي محمود متيم محب لدرجة الولى لسيد مكاوي طول عمره فكان خالي يخدني بالليل نقعد نتمشى بالعربية البيضة وطبعا نتذكر ذلك مقدرش أقول مركتها ونقعد نتمشى بالعربية ستيشن ونقعد نتمشى بالليل في مصر على كبرى أكتوبر ونروح وسط البلد ونروح نشتري عشاء ونرجع ونقعد كده عشوة عائلية ساخنة لطيفة ظريفة لطيفة أكل مصري يعني جدا أوي خالص أبأحكي لكم عليه بعدين بس مش ده معرض الحديث وإحنا بنسمع سيد مكاوي فحبته جدا جدا طبعا ده بخلاف إن إحنا مثلا قدرنا على الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير أو مثلا على سبيل المثال موسيقى مدرسة المشاغبين وأغاني مدرسة المشاغبين الحان سيد مكاوي اللي بعد كده لو تتذكروا لو خدتوا بالكم بالمناسبة أنا رهنت لو تفتكروا كان الإعلان بتاع مؤسسة حياة كريمة اللي غاناها أمير عيد أول ما سمعته قطلهم لسيد مكاوي كل اللي قاعدين حوالي وقتها وأنا بسمع الإعلان أو إيه لا طبقا قطلهم والله العظيم سيد مكاوي في المدرسة المشاغبين حلو سيد مكاوي عبقري فز رجل معروف بخفة الظل مش بس بعبقريته الموسيقية وبروحه الغنائية المزهلة والمختلفة طعم تاني تيجي أميرة سيد مكاوي فتحي ذكرى وفاة والدها بكلمات مؤثرة جدا أستأذنكم أنه صديقتنا زميلتنا الكاتبة أميرة سيد مكاوي هي اللي تقولها لنا زاك يا أميرة وتعيشي وتفتكري ومصر وكل الناطقين بالعربية والمحبين الموسيقى يفتكروا الأستاذ سيد مكاوي ماذا هيك يا يوسف أخبارك إيه؟ عملا إيه إيه الأخبار؟ الحمد لله كمان كتبتي قلت إيه أمير؟ لأ قلت إيه لأ مش حقرالك إيه لا أروك يقولي كتبت ذكرى يعني ذكرى يوم الفراء لأنه أنا شخص لا أؤمن بالاحتفال يعني بالغياب فاعتذرت للناس أنه أنا لا أؤمن بالذكر يعني فكرة احتفالية أنه حد مشي أنا بحب الاحتفال بالنيلاد أنا كمان جدا أنتفق معاك وشايف أنه أنا الأوان يعني آي نعم هو تقليد عالمي لكن ما المانع أنه مصر يعني تبقى مختلفة عن العالم كله وتسن تقليد جديد أنها بتحتفي بأنه في ناس مهمة جات في الحياة صح ليش من هما غيابوا فبدل مشرح بقى اللي أنا قلت ولك ده كله أيوة كتبت أنه أنا مش حقدي يعني أنا غير معترفة بيوم الغياب للي سبب التالي وكتبت مشهد الغياب اللي حصل بالنسبالي أنا من رؤيتي أنا عشان الناس تفهم أنا ليه ما بحبش اليوم ده لأنه بالتأكيد كان يوم مؤلم عليك هو يوم مؤلم على أي حد بيفقد غالي يعني المشاهد الفقد ما هيش ما هو ما هيش حاجة سهلة سهلة وخصوصا ما تكون لحد البنت مع أبوها ده في العموم طبعا لما بالك بقى لو البنت دي أبوها سيد مكاوي يعني هذا الشخص المتفرد الحنون الطيب الجميل الموسيقي يعني اللي هو في حد ذاته بغد النظر عن موهبته هو شخص ملهم كإنسان كمان فأنا بالنسبالي اليوم ده كان يوم مؤلم ولا يمحى من الزاكرة أصلاً يا هو كان أب عامل إزاي يا أبيرة؟ بس هو في خلطة كده غريبة شوية هو زي كل الأبهات بالنسبة للبنات يعني دايماً البنت بتبقى شايفة أنه أبوها ده نموذج الرجل الأول فهو الرومودل يعني في كل حاجة لكن هو كان لأنه يملك حاجتين مش موجودين عند الناس كلها إنه فنان وإنه متميز يعني بأنه فقط بصره فهو كان عنده مستين زيادة عن كل الأبهات إنه المستين دول خلوه شخص شديد الرهافة حنين جداً يعني أنا كنت بقول إن أبويا جلبية حنان يعني كأنه الواحد لابس جلبية كده مغطية من سالسه راسه حنية جميل التعبير وهو شخص متقدم جداً عن الزمن اللي أنا كنت موجودة فيه يعني كانوا زملائي في المدرسة وأقراني في الجامعة أهليهم صعبين يخافوا منهم يخافوا يقولوا لهم حاجة أنت عارف الحاجات دي يعني أيها طبعاً نفسنا إن إحنا البنات أيها لكن أنا أبويا كان صاحبي كان صاحبي لدرجة إنه مثلاً أول مشاعر حسيت ديها في حياتي قلتها الأبويا ما قلتهاش لأمي لأنه هو اللي كان أكثر تفهوماً أنا أقدر هزر معاه في أي حاجة أنا أقدر أحكي له أي حاجة أقدر أعمل أي مصيبة أو كارثة وأحكيها ونبقى فاهمين هي بتتعمل ليه وإزاي ونصلحها ونقولها ويعني كده ما أفتكرش خالص إن العمر اللي أنا يعني شرفت بأن أنا أبقى فيه جنبه إنه زعق مثلاً إنه اتخانق يعني ما عنديش لي معاه ذكرة فيها أي شيء مش لطيف خالص نهائي يعني حتى زعله وكمان بعد ما أنا أكبرت في العمر لما كان بيزعل مني كان عندنا درجتين في الزعل بس أول درجة إن أنا أنادى بإسمي مش بإسم الضلع ينزع مني إسم الضلع فيقول يا أميرة آه فتبقى ساعتها فيه مصيبة يعني والموضوع ده مش هزار يعني كان الإحساس النفسي إنه فيه حاجة غلط أنا عاملاها وأنا مش مدركة إيه هي أو فيه حاجة يعني فيه فيه حاجة كبيرة إنه بابا شال مني إسم الضلع دي الدرجة الأولى والدرجة التانية إنه كان بيسكت يعني ما فيش كلام خالص بقى آآ ما فيش كلام خالص ومعنى إنه ما فيش كلام خالص يعني إن انت آآ نفيد تقريبا من الحياة آآ إنه هو موجود في البيت آآ يعني عارف البيت البيت والعيلة شبعانين دي أيوا وهو ما فيش تفاصيل هو مش موجود فيها فلما هو يقرر ما يكلمكش فتبقى انت مش موجود على ترابيسة السفرة ما عادش بيسأل عليك انت ذاكرت ولا لأ ما خادش مهتم انت مش مهم تنزل مش مهم تذاكر مش مهم اي حاجة أيوا فتتحس إن انت بقيت كده في الحياة فجأة غير مرئي خالص أنت ملفي أنت مش موجود آآ تماما آآ يعني انت متخيل إن احنا كنا منتعامل مع شخص ده شكل عقابه يعني يعني مرحبا ربا مرحبا مرحبا الله تعيشه وتفتكله لكن هنحتفل بذكرى ميلاد وهنحتفل بيها أكيد مع بعض برضو يعني إنساء الله يصدر ونسعد بيك ده احنا اللي نتشرف أشكورت جدا 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 الكاتبة أميرة سيد مكاوي